هذا ويسود مشهد لا يخلو من التناقض في إسرائيل التي رفعت من جهة حالة تأهب تزامنا مع تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بالتصعيد ضد سوريا فيما تم تقليص حجم المناورات العسكرية هناك تفاديا لزيادة منسوب التوتر وكان لافتا أن الجيش الإسرائيلي حول قرية بقعاثة في شمال الهضبة إلى نموذج لاحتلال قرى سورية بدخول مفاجئ لعشرات الجنود وانتشارهم في الأزقة وفوق أسطح منازل الأهل يصعب الحكم إن كان الهدوء في الجولان المحتل الذي لم تقطعه سوى قذائف سورية عدة سقطت خطأا في جنوب الهضبة مؤخرا يعقب عاصفة الغارات الإسرائيلية في العمق السوري أم يسبق عاصفة مقبلة لكن التوتر يبدو واضحا لا تخطئه العين الدبابات الإسرائيلية باتت جزءا من المشهد وقوات الاحتلال تجري تدريبات في الجولان وعلى حدود لبنان أيضا لكنها قلصت حجمها منعا لرفع درجة التوتر من الحكومة أو الجيش يفرجوا أن التوتر هو مش توتر كبير وممكن ليكون بالأيام هدوء أما بالمستقبل ولا واحد يعرف شو رح يصير إذا الرد رح يكون الدام اللي هبت الجولان أو رح يكون من حزب الله في غير محال قلقوا إسرائيل على جبة الجولان تنامى في ظل قرار الأمم المتحدة إخلاء موقع 86 للمراقبين في محيط قرية جملة سوريا ويبعد نحو 200 متر عن السياج الحدودي ولعل في هذا المشهد الذي وثقته كاميرا العربية لانسحاب القوى الهندية من العندوف ما يزيد من مخاوف إسرائيل التي تخشى أن تتفكك قوة المراقبين المكلفة بمراقبة اتفاق فضل الشباك بين سوريا وإسرائيل ما قد يلغي العنوان الدولي ويترك فراغا بعد أن انسحبت منها اليابان وكرواتيا وكندا سابقا نحن لا نتدخل في الحرب الأهلية السورية لكننا نتمسك بخطوطنا الحمراء نقل أسلحة نوعية لحزب الله أو أي جهة أخرى والسلاح الكيمياوي وانتهاك السيادة عبر الحدود والتعليمات أن يرد فورا على مصادر النيران السورية تلميح وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الغارات في العمق السوري قد تتكرر وتهديده بالرد على أي نار تفتح أو قذائف تطلق تجاه الجولان المحتلة يبقي حال التأهب على أشدها على الرغم من المظاهر العسكرية على الأرض تجتهد إسرائيل كثيرا في محاولة تخفيف منسوب التوتر القائم في العلاقة مع سوريا لكنها تهدد مع ذلك بإمكان تكرار الغارات العسكرية في العمق السوري في المستقبل أيضا زياد حلبي العربية الجولان المحتلة